موسيقى يسعد لي مساكم الأحبة في كل مكان هذا عبدالله بختين يحييكم وحلقة جديدة من أمه 2012 مستمرين معاكم أمس وأول أمس والأيام المقبلة حتى موعد الانتخابات في أثنين فبراير من السنة المقبلة كل عام ونتم ألف خير مشاهدين الأكارم اليوم ضيوفنا من الدائرة الثالثة نحاول معاكم أن نتعرف أكثر على المرشحين نحاول أن نسلط الضوء على المرشحين سواء كانوا الجدد الشباب القدامة نحاول أن نساهم في عملية صنع القرار من تختار مشاهدنا الكريم ضيوف الليلة السيد فاخر ألقى الله في مرشح الدائرة الثالثة حياك الله معنا أحيكم يا سلام الله سلمك والدكتور حمد تواجري مرشح الدائرة الثالثة حياك الله دكتور الله حي سلمك سيد فاخر يعني للوهلة الأولى المشاهد يشاهد السيد حسين القلاف لن نتحدث في هذا اللقاء عن سيد حسين القلاف نحن اليوم نريد التعرف على السيد فاخر القلاف السيد فاخر باحث في علوم الشرعية ومدرس لعلوم الفلسفة والمنطق والفقه والأصول ترشحت من قبل في 2006 ناشط سياسي لك رأيك لك أفكارك لك توجهك اليوم نبي نتعرف عليك أكثر المشاهد اللي يشوفك أول مرة شو تقول له منه السيد فاخر القلاف ولماذا اختار السيد فاخر القلاف أن يشارك وأن يتحول من العلوم الشرعية والفقه والفلسفة إلى السياسة يعطيك العافية الله يعافي سؤال عن عشر أسئلة ولكن هو هو الأنسى فاخر السيد واطن من أبناء هذا الوطن يحمل رسالة يحاول يعبر عن هذه الرسالة بهالعرس الديمقراطي فرصة أنه يوصل الصوت إلى الجميع برحابة صدر بهدوء وحوار هذا إن شاء الله معكم مع الجميع حتى في الدواوين سبب النزول أنه الكل الآن الكل بالاستثناء هي بالتغيير وينشد التغيير ونحن من الكل نحن غرب عن هذا الكل نحن جزء من هذا الكل وأعتقد أنه أنا كان عندي رسالة 2006 وكانت رسالة واضحة جدا لمن يريد أن يقرأ هذا الرسالة ويطلع هذا الرسالة الرجوع إلى ذكرنا بشوية من هالرسالة الفتنة نائمة كان عنوان الرسالة كان عنوانها الفتنة نائمة وستعرض في وقتها الأحداث وخوش قلما حق دكتور عثمان عبد الملك رحمة الله عليه رحمة الله عليه يقول النظام السياسي الصالح هو من يستهدي بعبر الماضي ويتجاوب مع واقع الحاضر ويتطلع أو يتأمل في ويتأمل في مستقبل آمان المستقبل نعم فهالثلاث هم اللي طلعوا لك نظام سياسي فأنت في ذاك اليوم كان في تحليل 2006 وكلنا عارفين وقفنا على باب الخمس دوائر والعشر دوائر واللغط اللي صار والشي اللي صار وكان في أمور في يومها تنبأ أنه راح يصير شيء أجمعه لتفتو فصار في تحليل ذاك اليوم وصار في نظرة استشرافية ما سيكون عليها المستقبل واليوم حدث ما كان متوقع هي مو متنبؤات تنبؤات مستر داموس هي قراءة هي قراءة وتحليل اليوم هم نفس الشيء اليوم في قراءة وإن كانت هذه تحققت بتفاصيل أنا الهم استغرب أنه شون تحققتها التفاصيل اليوم نفس الشيء راح يكون في قراءة وإذا ما تم أنه وفقها للقراءة تعاطي بالأمور بالشكل الصحيح راح يترتب أمور راح أقول عنه إن شاء الله وياي الأيام هذا كان وعندي في السابق أيام الجامعة أيام من قاعد الجامعة كان عندي بحث وبحث مفصل عن إرهاب وفي يوم هم صار قراءة وهم تنبؤ أنه راح ندخل في حرب ثانية وبشكل ثاني وملهة وتحقق ما أقول إنه نحن نتنبأ بالمستقبل غيبيات نتكلم أنه يا جماعة خلال سير في دراسة للماضي وعبرة من الماضي تأخذها تستهدي فيها واليوم الواقع ما لك يفرض عليك شيء يجب أن تتجاوب إياه اليوم في إرادة شارع في إرادة شعب في إرادة شباب يجب أن تتعامل إياها وبعدين لازم تستشرف المستقبل بآماله وطموحاته نعم أنا ما بأخذك كثير من شديد راح نتكلم عن الماضي والحاضر والواقع ونحاول استشراف المستقبل مع الضيوف الدكتور مثل ما يعني عرفت منك وأنا سألت معك قبل الحلقة بأنك درست كورس واحد يمكن بعدين خذتك التجارة وخذاك الاقتصاد وتحولت من التدريس والجامعة إلى التجارة واليوم أيضا لك محاولات في موضوع خوض الانتخابات ترشحت من قبل كنت في مراحل معينة قابقى وسين أودنا من الوصول وما زلت تحاول وتكرر خوض الانتخابات لماذا هذا الأسرار من الدكتور حمد واجري ما في شك يعني كل مواطن كويتي يعمل في العمل السياسي وله نشاطات في العمل السياسي يطمح أن يخدم وطنه ويخدم بلده ويخدم مواطنيه طبعا هذه طموحات نعم ما حالفنا الحب اللي كل مرة ندخل في انتخابات طبعا الانتخابات اللي فاتت أنا ما شاركت فيها في كل انتخابات تكون عندنا طموح وعندنا رؤى من واقع ما نراه حولنا ومن مستجدات نحاول أن نجتهد كما يجتهد الآخرون ودائما يعني لكل مجتهد النصيب حاولنا ونحاول من أجل الوطن وخدمة الوطن ونعمل من أجل الوطن فلذلك يعني المحاولة دائما تنتهي في النجاح إذا كان هناك الإصرار ونحن عندنا إصرار بخدمة هذا الوطن وإن شاء الله نوفق ونصل ونخدم وطننا بإذن الله من التجارة إلى السياسة يعني في ناس تقول والله اللي ناجح في تجارتها خليه يكون ناجح في تجارتها لماذا لا نتخصص لماذا التاجر يدخل في السياسة والسياسي يدخل في التجارة وغيرها لماذا كل واحد يتخصص وكل واحد يبدع في مجاله لا مو صحيح اليوم يعني كل مجتمع مجزع بتخصصات مختلفة والسياسة تحتاج مشاركة الجميع اليوم أنت ترى في مجلس الأمة الكويتي في التاجر والمهندس والطبيب ورجل الأعمال لأن اليوم الصوت لا بد أن يصل صوت الجميع ولم تكن يعني التجارة أو إذا الطبيب أن يمنع من دخول مجلس الأمة يقول والله لا يدخل الطبيب خليه يكون في المستشفى والمهندس لا يجي يشتغل فيه فإذن هو اجتهادات لأن أيضا نحن نعبر عن رأي المواطن البسيط والمواطن التاجر والكويت هي يعني أجزاء مختلفة تكتمل بجزء الكبير هو الوطن جميل سيد الدائرة الثالثة كان نظرة أولى للدوائر الانتخابية يتركز الشيعة في الدائرة الأولى السيد فاخر القلاف مرشح للجميع طبعا ولكن إذا حسب بحسبة انتخابية بسيطة يفترض أن يكون السيد القلاف اليوم مرشحا في الدائرة ولماذا اخترت الدائرة الثالثة وش سؤال سؤال جيد بس أنا سؤالك الأولي في نقطة جوهرية لأن سؤال طويل كان فأخفلت أكملها وأكمل على الله قد راحتك شنو هذا التحول من العلوم الشرعية والتدريس وهذا إلى هذا الشكل ما في تحول والعلوم الشرعية وما نحن في صدد وواحد موجهان لعملة واحدة لا ينفك الشرع عن الحياة والحياة ما تنفك عن الشرع لله سبحانه وتعالى حكم في كل شيء ولهو تدبير في كل شيء حتى السياسة المنطقة أسسها النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم تقول لي دولة مدنية وهذا يتعارض هذا ما فيه الحجة هذا هذه الدولة المدنية حكم الشرع يتعامل مع الدولة المدنية ويوجب عليك احترام قوانين الدولة المدنية ولهو دخال في كل شيء فما فيه تحول ولا فيه انقلاب من شخصية إلى شخصية أنت سويت انقلاب بسم الله الرحمن الرحيم انقلابات ملحنة يهيين على أما غضية الدائرة الثالثة الدائرة الأولى لها وضحة ولها شأنها مثل ما تفضلت وفيها وجوهه ووضحة خاصة الدائرة الثالثة تمتاز لأنه هناك عندك طرح شيء تطرحة هل تملك فكر فيها خطاب خطاب يختلف نعم يعني فيها تعاطف ما فيه شك أن العالم تتعاطف معك بشخصك الآن تميل لك هذا طبيعي فيه تعاطف مع هذا اللباس من قبل الطائفة وهذا كلش طبيعي أمور كلش تعول على هذا التعاطف سيد فهذا التعاطف مو هذا المحور مالي ولا الاتكال عليه لو كان هذا الاتكال عليه وهذا اللي أبي ما نزلت هناك شعرح بالدائرة هذي شعروا لي شرهانين علي وانت عندنا شون تهده وتروح فيه شرهان وإن شاء الله لديهم موجودين فيهم الخير والبركة وأنا أعتقد دوائر الكويت كلها دائرة وحدة بالنسبة لي دوائر الكويت كلها دائرة وحدة وهذا ما أنا أديت فيه في 2006 لهم الكويت دائرة وحدة يجب أن نتوحد بدائرة وحدة مو إلا غزو يوحدنا يا جماعة الغزو سوانا دائرة وحدة فما نحتاج إلى يعني كنت ضد الخمس في ذاك الوقت أول من طرح الدائرة وحدة أول من طرح الدائرة وحدة كاتجاه إصلاح سياسي أنا ولازلت متمسك بهذا ولازلت متمسك في هذا على الرغم من أنه قد يفرز من زين ما يفرز بخلافة المتوقع بعد وأنا مع أنه توسعت الدائرة الانتخابية بحيث أنه تشمل العسكريين أنا مع هذا الشي وأنه تخفيض سن الناخب فأبي أكبر القاعدة وكل ما كبرت القاعدة كل ما كان أنه مجال السيطرة عليها من قبل المال السياسي ومن قبل ومن قبل أصعب بالإضافة أنت تعطي المجال والسعاد الواحد حرية الاختيار يختار مو حكرته في منطقة وبعد منعت قضية يعني فيها تفاصيل وايد منعت انتقال الصوت وشراء صوته وثلاثمائة صوت ييبون من هناك ييبون في بطاقة ماذا هالتلاعبات كلها هذه تمنعها وإن كان هذاك الطرف راح يأخذها من شكل آخر بس تمنع شاهدنا فالدائرة الثالثة فيها مجال للأخذ بالعطاء وفيها تنوع عجيب وأنا بالنسبة لي أقول لهم شوفوا هل أملك رؤية هل أنا قادر أن أضيف على هذه التجربة شيء أسري هذه التجربة وأقدر بعد أكثر من شذيء شوفوا الآن في وجه طيب إبراهيم هذا الوجه طيب إبراهيم ومثله شرواء أشهدنا أخوان انقطعت جسور والتواصل بيننا وبينهم نتيجة هذه الفوضة التي صارت بالشارع فرصة لي أنه مديدي حقه ومديدي لي ونقول للعالم هذا كله إحنا أخوان ومعنا وطن واحد ووحدتنا هي ضماننا مقابل كل شيء في مجموعة مخربة أنا سميهم تخريبيين هذا يشغلها بس أنه تضرب أسفين فتنة بيني وبين إبراهيم وإبراهيم هم راح تشوف أول المهنئين لي إذا أنا فست هذا الكسير وراح تشوفني أول المهنئين لي وأنا أشد على عضو دي ونزيل أنه خلنقول كلمة مقابلها العالم هذا فهذا فرصتي جميل دكتور مدام تكلمنا عن موضوع الدائرة الثالثة وتكلم سيد عن موضوع شراء الأصوات وتكلم أنك في ناس تتكلم في الدائرة يعني أكون موضوع لازم أنثيره معاك أنت متهم في فترات سابقة وتكرر اسمك في موضوع شراء الأصوات لماذا يرد أو ورد اسمك في هذا الموضوع تحديدا يعني أنت ما حلفك الحظ ولا فس بالانتخابات لكن اسمك تكرر بهذا الموضوع ليش برأيك يعني والله شوف يعني الإشاعات دائما يعني تكون في في كل انتخابات يعني إشاعة وردت يعني قبل كم من يوم أني أنا ملتقي مع الأخ سعدون حماد ومع الأخ جمال وإشاعات دائما تتراود في كل انتخابات ويعني أنا الأخ جمال ونعم فيه وابن دائرتنا بالعديلية وابن منطقتنا أنا ما التقيت فيه من رمضان كان آخر مرة أنا التقيت في هذا الرجل ونعم فيه ولكن ما التقيت فيه والله جاني وكان زايرني في دوانيتي ولا سعدون حماد لا سعدون حماد لا أنا ألتقي معه بس أنا الوقت الذي ذكر في الليل أني أنا قاعد ملتقي والأكثر أننا نتبادل جناسي يعني هناك واحد يتبادل جناسي في فندق عبدالله معيوف عندك علاقة معه أو شفت لا تعال في هذا الفنطر هذا يكتر الكلام أنا الأمانة أنا يعني يكلموني ناس قالوا أحنا شفنا فلان وفلان وفلان في فندق المظم عبدالله عبدالله معيوف أنا ما شفت بعد نفس الشيء إلى حد لا ما شفت من صارت انتخبات لا أبد أنا أن في جملة وتفصيلا من الرأي هنا أن في جملة وتفصيلا لا مع سيد الحماد ولا جمال الأخمار ولا معيوف أي شخص نهائيا تم أي اتفاق أو تحالف أنت مستهدف كشخص لديك ما أنا عارف تسألني قد يكون الطرح المستقل مزعج قد يكون الطرح يعني المستقل وطرحي قد يكون مزعج لطرف الحكومة قد يكون مزعج لقوة سياسية ما تبيني أنا أصل هذه طبعا ما تدري يعني هذه أمور وإشاعات تحسب لها أرقام ولذلك يعني احنا يعني دائما نحاول أن نكذب يعني قلت لك هذه إشاعة وهالإشاعة اللي وصرت نحن نطرح الموضوع عليكم وبعدين وبعدين في موضوع آخر أنت سألتني والجزء الآخر يعني هذه مبدأ يعني نحن نتكلم عن موضوع الإشاعة والإشاعة تقولي أنا أيضا متهم في عملية شراء أصوات وغيرها نعم يعني والدليل على ذلك إنها كلها إشاعات يعني مرة من المرات أنا كنت عن النجاح 63 صوت وأنت تعرف والله الحمد والمشاهد لكويت وكل كويت تعرف من هو حمد التوجه ابن أسرة تجارية وتعمل بالتجارة ما عندنا يعني إذا كانت المسألة مسألة المادة كان من زمان استخدمناها ولكن هذا ليس من مبدأنا كان نجحت وكان نجحنا من هذا كل وقت يعني 63 صوت شنو 63 صوت بمبدأ يعني مبالغ يذهبت نحط ولكن كنا شفافين وأهل الدائرة يعرفونني ولذلك أنت تشوف دائما في كل انتخابات طرحي مستقل وتوجهاتي مستقلة نعم وبالعكس أصواتي تزيد مع كل انتخابات ولكن يعني ما حالفنا الحظ هذه طبعا من رب العالمين والسيد يعرف في هذه الأمور عرض وطرر إحنا ما نأخذ إلا ما كتب الله لنا وعرض وطرر إحنا نعم إلا وإحنا يا سيد يعني دائما يعني نؤمن بما يعني رب العالمين مقدرة لنا فإحنا نسعي ولكن راح نظل نكافح من أجل إيصال كلمة الحق والكلمة المستقلة اللي ينادي فيها السواد العظم من أهل ماذا تقول لهم البعض يقول ماكو دخان من غير نار ماذا تقول لمطلقي هذه الإشعاعات خلال الفترة المقبلة أكيد راح تسمع الكثير من الإشعاعات أنا أقول بالعكس يعني أنا واحد من الناس اللي دائما كنت أنادي دائما يعني بالعكس يعني يمكن مرة اجتمعنا أنا مع الأخ الشايجي في المنبر الديمقراطي مع الانتخابات اللي دخلناها مع مع الحركة الدستورية اللي هممثلوا كان الأخ جاسم العمار وطلعنا بيان أنه إحنا ضد شراء الأصوات ولا نريد كذا وطلعناه وهذا يعني بيان للتاريخ نعم نعم ومثل ما تفضلت تقول أنت يعني ما في دخان بدون نار أنا أقول لك الشمس ما يقطيها المنخل يعني اليوم في عندنا قضايا مهمة وتهم يعني كل كويتي يعني الذمة المالية أعتقد مهمة جدا اليوم يعني اليوم في عندنا إداعات مليونية في عندنا اتهامات خلنا دكتور الحين رح نتكلم في هذه التفاصيل كلها نعم خلنا نطلع فاصل بس ورح نرجع نتكلم عن الواقع ونتكلم عن كل هذه التفاصيل حاضر مسادينا الحب رح نتكلم بالواقع نحل الواقع نسمع رؤية الضيفين عن الواقع الحالي القضايا الأساسية خلال الفترة المقبلة لدينا قضية تراشي ومرتشي أو قضية إداعات مليونية لدينا قوانين الذمة المالية لدينا العديد من القضايا رح نرجع نتكلم عنها عقب الفاصل ترجمة نانسي قنقر السيد فاخر القلاف في بداية حديثك تكلمت أنه في 2006 تحدثت عن رؤية للماضي قرأت الماضي والواقع وحاولت استشراف المستقبل خلينا اليوم بالماضي والوقت الحالي هذا الواقع اللي احنا فيه صارت عدة قضايا أبرز القضايا خلال الفترة الحالية كانت اقتحام المجلس الإداعات المليونية يعني هذا المواضع الجدلية كانت خلال الفترة اللي فاتت أخطاء الحكومة أخطاء المعارضة السيد فاخر القلاف أين يجد نفسه في هالمعسكر أم هذا المعسكر أيهما تعتقد بأنه أخطاء أكبر أخطاء المعارضة أم أخطاء الحكومة كل مختصرة بين الماضي والحاضر يقول ما أشبه اليوم بالبارح بالبارح الأحداث اللي قاعد تشوفها اليوم وحل المجلس الأمة وقضايا هي نوعا ما شبيهة باللي حصل في 2006 صار فيه إرادة في الشارع وهذه الإرادة طبعا ساحة الإرادة تأسست من ذاك اليوم نعم وبدأت تفرز هذه الإفرازات اللي يشوفها نعم فكان فيه إرادة في الشارع على أثرها صار حل مجلس الأمة الأمير احتكم إلى طبعا ما نقول حل مجلس الأمة يعني الأمير احتكم إلى رائي الشارع الشارع وبعدين هو اللي يقرر الشارع إنه تكون خمس دوائر أو عشد دوائر أو أي شيء هو بنخلاش إختيارة للأعضاء اللي يمثلون إرادته اليوم نفس الشيء ذاك اليوم يختلف عن اليوم إنه ذاك اليوم كانت الأطياف كلها مجتمع وبعض الأطياف اللي يخذت الدور الحكومي اليوم لأ صار إنشخاخ نوعا ما مو كل الأطياف برمته صار إنشخاخ نفس الشيء إرادة الشارع فرضت رايه وتمت القيادة فيها حكمة القرار فإنه تخلي اللعب داخل الملعب مضر الملعب وتفضلوا إذا عندكم رأي وبدو في صناديق الاقتراء واللي راح تفرز عملية الاقتراء راح تعمل معه مشكلة اللي صاير الحين إنه أنت اليوم المجلس ما عاد هو اللي صاحب قرار خطف القرار من المجلس فأصبح مجلس خواء من الذي اختطف القرار من المجلس؟ الإرادة اللي شفتها بالشارع الإرادة اللي شفتها بالشارع اختطفت القرار من المجلس وخذت اللعب من داخل المجلس إلى بره كانت تلعب بره الملعب فاليوم المعادة لا صارت بالمغلوب من سيكون نائبا للأمة يحتاج الأمة مثلا مو هو المثل للأمة كلام واضح أو لا واضح واضح هل تعتقد بأن الشباب والنواب أخطأوا بإحتكامهم إلى الشارع؟ هل أفهم من كلامك بين كلاب وديس هذا الحراك كله تحت قبة البرلمان؟ بالعكس ولا أنت سعيد بأن الحراك أصبح في الشارع؟ بالعكس بالعكس نحن في مقاعد الدراسة أيام ما كنا ندرس علوم سياسية في منهة صنع القرار السياسي ندري أنه أحد قنوات صنع القرار السياسي شارع شارع رأي العام غير جماعات الضغط رأي العام بالأصل الشعب هو مصدر كل السلطات الشعب هو اللي حكومة الديمقراطية يرجح إلى الشعب حكومة الشعب بالشعب هالكلمات الحلوة هذه ولكن أنا أقول الاختطاف هذا ما يمعبر عن الشارع كل الشارع للأسف للأسف هذه الإرادة نادت بشعارات هذه الشعارات خالفتها بأول تحركة اللي هو؟ التمسك بالدستور فالتمسك بالدستور لو تتعالع أنه الإرادة تقرأ قراءة للأحداث اللي سووها وتناولوها هي خلاف ما نادى به الدستور تعطينا مثال قبل أن ننتقل للدكتور؟ مثلا هل الدستور يخول للعالم اختحام مجلس النبو؟ نعم يخولهم في هذا الشيء؟ هل الدستور يقول النبي حكومة رئيس مجلس وزراء منتخب؟ هل الدستور يقول لك أنت تطعن الرمز من رموز الدولة ومن الأسرة الحاكمة في ولائة؟ هل هذا الدستور يقول تطعن في الولاء؟ هل الدستور يقول لك أنت تخلق لي استطفاف طائفي؟ أنت أغسمت وغسمك واضح للعالم هذا كله كلا هذا صار في البلد خلال فترة الفترة؟ نعم هذا كل العالم ما هذا ليس شيء مخشوش أنه أنا أطلع أسرار لا تعتقد أن الطرف الثاني يقول أخطاء الحكومة هي التي عدت إلى موضوع الاقتحام؟ نعم هذا التلاعب نحن نحترم بالقانون نحترم بالدستور فبالتالي أنا أحترم لي ولا علي وأحتكم إلى رأي الأغلبية ما أحتكمه إلى رأي الأغلبية فصار اللعب ضد الدستور ليس هذا كلامي كلامي سأرجع لك دكتور الشاقبتين مهمين الدستور يقول لك الدستور يقول لك تحافظ على سيادة هذا البلد صحيح؟ وما أنه تتنازل عن حرياتك بس بشنو ما تتجاوز على القوانين صحيح؟ نعم فمن كان في هذا الاستفاف هل حافظ على سيادة هذا البلد؟ أنت ش رأيك؟ من ينادي بالكومفدرالية موجود في هذا الاستفاف ولا لا؟ سؤال؟ سيد خذيتنا من موضوع إلى منفضول مواضيع كلها بشربك مواضيع كلها بشربك أحتاج أسمع كلام الدكتور ورح أرجع لك على موضوع الكنفدرالية دكتور نحن ننتقل من موضوع إلى موضوع نحن نحاول أن نقرأ الواقع نحاول أن نوصل للمشاهد أين الدكتور حمد ويجري من الأحداث الماضية صار في موضوع الإداعات المليونية تطور موضوع الإداعات المليونية حتى حدثت قضية اقتحام مجلس الأمة انقسم الشارع بين مؤيد ومعارض وحل مجلس الأمة في قضية الإداعات المليونية وين تشوف نفسك هل فعلا النواب مظلومين هل صراع الأسرة فعلا هو من أوصلنا إلى قضية الإداعات المليونية أو فعلا هناك إداعات مليونية وفي قضية الاقتحام هل خطايا الحكومة أو صلات الشعب إلى الاقتحام المجلس أم أن الاقتحام خطيئة بحد ذاته لا هو ما في شك يعني إحنا أول شيء عشان قبل أن نتكلم عن الإداعات المليونية والقضية اللي بدأت خلنا نرد أول شيء للرؤى اللي إحنا دائما كمستقلين وأنا عن شخصي اللي كنت يعني دائما أتبناها مع كل فكر أشوفه وفي كل زمن يكون في حل أو في انتخابات في 2006 كان هناك مجموعة من الشباب تحركوا وكان تحركهم طيب جدا وكنت أنا من المؤيدين لهذا التحرك طالبوا بالمرشحين في ذاك الوقت في حال وصولهم إلى سدة البرلمان أن يتبنوا قانون الذمة المالية وحتى أنا من الناس اللي طالبت ولكن كان العدد هم عندهم بيوصول إلى عدد معين وما يقدروا نحطون صفحات الجرائق كلها وصلوا إلى 64 وكانوا يأخذون من كل مرشح عساس ينشرون لأنها هي وثيقة تاريخية وهذا حقيقة كان يعني فكر يعني تشوف أن في الشباب كيف أنهم ينظرون إلى مستقبل بلدهم حقيقة يعني أنا من الناس اللي كنت مؤيد لهذا التوجه حتى طالبت والإخوان في اللجنة اعتذروا لي بكل يعني احترام وقالوا أننا وسكرنا يعني لأننا ما نقدر شنحط نخليها جرائد تنفتح بالمرشحين إننا مؤيدين وكذا جميل فأكتفوا لكن ما صارش حي نعم يعني وصل لا المهم في ذاك في هذا الشيء أخي عبد الله وهذا الشيء أبو عبد الرحمن مهم وإحنا شعب ننسى وشعب عاطفي الشعب الكويتي في ذاك الوقت 64 شخص من المرشحين وقعوا وصل منهم 33 كان بإمكانهم أن يقرونه في أول جلسة لأنه لابد أن تكون هذه أولوية أمام الشعب الكويتي وصل 33 نائب ومن قوة سياسية وكان لابد أن يتخذوا أول شيء القرار بأخذ هذه يعني أخذ قانون الذم المالية على عاتقهم لو كان هذا الشيء موجود ما وصلنا في طعن في الذمم اليوم ما وصلنا إلى مرحلة الفساد اللي احنا نراها اليوم يعني أنا عن نفسي لو أصل لمجلس الأمة أول شيء أسويه هو قانون الذم المالية بل يعني ودي أزيد إغرار الذم المالية هذا شيء أساسي ومؤكد لابد أن يكون هذا واحد الشيء الثاني أول ما أصل إلى مجلس الأمة هذا أمام الشعب الكويتي يسمعني راح أحط ذمة المالية في المجلس بل بالإضافة راح أوصلها وأسلمها إلى جمعية الشفافية وتودع عندهم وهما ناس مؤتمنين جمل فلذلك الإذاهة المليونية اليوم في طعن في الذمم صحية منظورة في القضاء لكن قد يكون أحد استفاد منها سياسيا قد هو صحيح أنت شئ رأيك أنا رأيي رأيي أنا أقول أنه ما في شك أنه الآن في ناس محولين إلى النيابة العامة فإذا هناك شيء أما ولابد أن يظهر إلى الشعب الكويتي هذا شيء مهم أما موضوع الخروج إلى الشارع الشبهة موجودة تعتقد بكتور لا يعني طبعا هي شبهة لأن لو ما في شبهة النيابة ما تحقق فيها عادة يعني وحدة غسيل أموال أول شيء تسوي تتحرى وتشوف إذا كان هناك في شيء من هذا القبيل أو يحتاج تحقيق إذن يستدعون الشخص إذا يشوفونه تحفظ من وحدة غسيل الأموال نعم تحويلها إلى النيابة إذن في شيء بس إحنا ما نعرف شنه شنه حسين لحلتي كان في مكانك هنا النائب السابق قال أنا أتحدى البنك يثبت بأنه ناداني خلال السنوات اللي فتت مرة واحدة حولت إلى النيابة ولم استدعى للتحقيق في البنك في قضية تضخم هذا اللي أنا قاعد أقوله إحنا نقول هي شبهة أنت قلت لي هل هي شبهة في شبهة في شبهة بس إحنا عارفين قد يكون يبرؤون منها وقد يكون لا يتهمون التسعيد في هذا الموضوع مبرر شوف أنا يعني ودي أقول شيء لازم نتفق عليه يعني اليوم فيه أكو مواجد في الدستور لازم نتفق وإحنا هذا الدستور ارتضيناه لازم نقبل فيه حرية التعبير مكفولة يكون مواطن جميل فاليوم أي شخص يطلع إلى ساحة الإرادة ويتكلم أعتقد أنه هذا شيء مشروع يعني إحنا ما نقدر نزايد ونكابر على دستورنا دستورنا متوازن ومثل ما قال السيد الدستور متوازن وأطرح أسئلة متعددة أما تسألني عن يعني ما طرح في ساحة الإرادة فهذا حق مشروع لكل مواطن كويتي أن يتظاهر والاجتماع والتجمع وهذا شيء مشروع ولكن تقول اقتحام المجلس الدخول إلى المجلس أي شيء يكون في نطاغ الغانون فإحنا معاه أي واحد يخرج عن نطاق القانون فإحنا ضده وهذا يعني ما أعتقد أي شخص يقبل أيضا في الكويت بتصرفات خارج نطاق القانون فطبعا نعم ساحة الإرادة حق مشروع إبداء الرأي حق ولكن الدخول إلى المجلس والاقتحام هذا مرفوض لأنه خارج نطاق القانون نعم واضح نحن لا نقبل فيه واضح دكتور يعني واضح أن الضيفين في الستديو اتفقا على العديد من النقاط وأبرز هذه النقاط موضوع اقتحام المجلس رفض واضح وقاطع لإقتحام المجلس سنعود إلى السيد فاخر القلاف ونتحدث عن بعض ملاحظاته على المعارضة ومنها موضوع رأي المعارضة أو رأي بعض الأشخاص في موضوع الكنفدرالية فاصل ونعود ترجمة نانسي قنقر سيد فاخر القلاف لكم ملاحظات على الحكومة لكن واضح أن ملاحظاتك الأكبر في حديثك السابق كان على المعارضة ما هي ملاحظاتك على المعارضة؟ قلت أن هناك أخطاء دستورية وقعت فيها المعارضة تفضل أكثر لأنه كان المعارضة سؤال عن المعارضة ما كان سؤال للحكومة نحن نقول في أخطاء وقعت فيها الحكومة وأخطاء المعارضة نحن نقول أولا تقرب الصلاة وبعد ذلك حولت الحديث لذلك أدنا لك أحمرها ولاك عصب لا 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 في عصاب أصلا العصابنا مجدين أزرعتك ما أنا بيشوفها لا أنا راح أشوفها إن شارع الأعصاب إذا كانت لله غضب الله زين خلنا موضوعنا بالنسبة لي المعارضة لما أنا أشوف المعارضة اللي واقف إنهادي فيها إلى تطبيق وحماية الدستور أول من خالف الدستور في انتخابات فرعية أشوفه ما يوقف ويحترم العلم والسلام الوطني وبعد أشوفه بالقسم قسمه على الدستور يحط له جملة بحيث أنه القسم يتوائم مع ما يعتقد هو فيقول على هديم من الكتاب الله وسنة رسوله أخسم وين المشكلة سيد المشكلة أنت عندك هذه قناعاته عندك الرئيس الأمريكي اللي هو الرئيس الأمريكي خلوه يعيد القسم ماله يلتزم في شنو تلتزم بالدستور لأنصلك الدستور هذا القسم قالك أنت يخسم على كيفك ولا أحدد لك أنا ما أتكلم عن غناعات الغناعات هي لكل إنساء حرية الاعتقاد وتعدد وهذا كله نحن نقول لك نحترم الدستور كبير ولكن ما تأتي تتلاعب بعض نواب المعارضة امتنعوا عن دخول الفرعيات ما أتكلم عن كل المعارضة المعارضة ليس شريحة واحدة المعارضة عدة طياف واضح جميل في اللبرالي وفي غير اللبرالي في متعددة كنت تتكلم عن أنتم فدرالية قبل الفاصل هل من الصحيح أن أبني المعارضة وهيج الشارع باصطفاف طائفي قبلي في أغوي هل هذا صحيح هل أنا وأجمع العالم في ساعة إيرادة إنه إذا أنتم تمنعون المد الإيراني ومدري شنو على دغدغات عواطف وإحياء وإذكاء روح التعصب في مقابل أنه أشكل إيرادة وشي اللي فيها رئيس مزو هل هذا صحيح؟ ما تعتقد بأن المعارضة تمكن كل أطياف المستمع السيد شوف بعبد الرحمن يعني سيسد بعبد الرحمن ما تي حق ابن أسرة حاكمة نعم ورجل ممكن يكون حاكم للكويت وتختلف في رؤيتك وفي طرحه وتقول عنا ضعيف أنا قلت عنا ضعيف في 2006 ولازل تقول أنه كان ضعيف في إدارة الأمور نعم بس ما تطعم فيه ولاءة تقول أنه إيراني وأنا أعميل ولا تجي تحط صورته هذا ودوس عليها وين قاعدين نحن هذا ليس أخلاقنا ولا عادات ولا هذا هذا الشيء براهيم اللي علمونا عليها أهلنا وتربينا عليها اختلف وياي اختلف على كيفك وأبدي وجهة نظرك على كيفك بس ليش تطعم بالولاءات توزع لي أنت أنواة الولاء على كيفك هذا إيراني أنا إيراني قل لي أنا بحراني ما يميزون قام إيراني وبعدين هذا اللي يشوف الآن بالكويت ما دام حصل على هذه الجنسية الكويتية فهو كويتي شيء تعم أبيت خلاص هذه التعدد الأرقيات هذا الشيء طبيعي لكن المعارضة سيد لم تكن تمثل طائفة واحدة شون يعني هناك مجموعة من الشيعة كانوا يتواجدون مع المعارضة الدكتور حسن جوهر مثلا كانوا متواجد يعني يمكن مجامع سياسية ما كانت متواجدة التحالف الإسلامي مثلا ما كان موجود أو العدالة والسلام ما كانوا موجودين لكن فيه شباب من بين المعارضة أيضا من المعتقلين كان فيه معتقل يعني المعارضة تحاول توصل الرسالة بأنها تمثل كافة أطياف المسلم وأنت تقول بغير ذلك أنت تتفضل كلامكم صحيح أنه أكو من المجامع كم من المجامع هل هي مشلول الأغلبية ذول هل مثلا فلان من الناس هذا يمثل كف الأرجح الأكثر أنا مو ضد أنه أخطاء الحكومة ما تخليك اليوم تروح في ذلك الطرف مع المعارضة إذا شفت أن أخطاء الحكومة ما تفقد التوازن يعني مو خطأ الحكومة يخلينا سوي خطأ ثاني أنا على حساب أنه أنا بحارب أنه فساد في الحكومة أخلغ لي فساد ثاني يمكن تبعاته ألعم من الأولي لما أنا سوي استفاف قبل طائفي بهذا الشكل وهيج الشارع بعناوين وقضية إصلاح وقضية تنمية فأنا خسارت الأثنين اختلافك مع المعارضة هل يجب أن تصف مع الحكومة وتوقف مع أحوالي الحكومة أنا معارض بعد رحمن أنا معارض معارض الحكومة أنا معارض للحكومة بشنو في شنو قل لي أنت موظف الحكومة العالم كلها موظفين في الحكومة كلهم حكوميين نعم فكلهم فاسدين وكلهم مزينين لا موجد الحكومة إذا كان عندها شيء خطأ فنحن معارضون وإذا كان شيء صح فأنت تعرض صح إذا كان فيه إصلاح مثلا أنت تعرض صح تشوف اليوم خضية أنك أنت تزيل مساجد غير مرخصة فهيصير استفاف ضد الحكومة زين أنت رخصها يا أخي صح ولا لا أنت تبيش رأيس مزموز شيلة عبر القنوات الدستورية التي أتعلكها الدستور شيلة صحيح تريد أن تغير الدستور غيره عبر القنوات الدستورية أنت هذا الشارع أقنع الشارع يوصل لك العدد الذي تبيه من النواب وتفضل غير ما نقول لي أنا مع إبداء الرأي من الأول قلته أنا ضد أنه الحكومة تمارس القمح مع مدنيين حزل ديوان الحربش أنا ضد أنه يمارس ضد داب المواطنة ضد أنه تططقها البنياد أعزل الدكتور الوسمي تدحلها في الشارع شنو من عنده قوة بدنية ليتعرض هذا البنياد بهذا ضرب كله بلى دكتور الوسمي قال كلمتها حول النيابة نعم الحربش قال كلمتها حول النيابة مثل ما صار في الأفتة بس الكنفدرالية نرجع لها راح نرجع لها واضح في حديثنا بدأنا نتحدث عن بعض أخطاء الحكومة تحدث أنت خذيت راحتك وتكلمت عن أخطاء المعارضة هل الحكومة اليوم اليوم أنت في حال وصولك إلى مجلس الأمة هل ستتعامل مع هذه الحكومة هل ستثق بالحكومة الجديدة بعد أن قدم استقالته سموه شيخ ناصر المحمد وتم تكليف الشيخ جابر المبارك هل تعتقد بأن الحل بحكومة يقودها الشيخ جابر المبارك مشكلاتنا السابقة ستحل شوف يعني دائما يعني الحكم والدول تمر في حقب وحقب سياسية في زمان كل دولة اليوم باعتقادي نحن نتعلم من دروسنا ونفهم يعني أن هناك أخطاء أخطاء حصلت في المجلس السابق وسموه أمير البلاد بعد ما اتخذ القرار بحل مجلس الأمة وبعد ما بدأت جمعيات المجتمع المدني تطالب بحل مجلس الأمة ورحيل المجلس والحكومة معا بالإضافة إلى عودة بوجهة نظري شخصية الموقع الريادي لغرفة التجارة والصناعة وببيانها التاريخي اللي أنا أعتبره واللي طالبت قبل حل مجلس الأمة باسبوعين بحل مجلس الأمة والحكومة وأن نأتي بحلة جديدة لمعالجة قضايانا أنا أعتقد الشيخ جابر المبارك إذا أتى إن شاء الله بعد الانتخابات وعطيت له رئاسة مجلس الوزراء أنا أعتقد من المشاكل اللي أعتقد كانت أساسية ووصلنا إلى ما وصلنا إليه هي الشفافية في التعامل مع الشعب وأخذ ولاء الشعب قبل ولاء أعضاء مجلس الأمة لا نتعامل بمحاصصة لا نتعامل بمحاصصة في اختيار الوزراء لابد أن نختار الوزير المناسب في المكان المناسب أنا ما عندي مشكلة والكل يعرف من هو حمد توجي ولو أنا كنت داخل مجلس الأمة والله 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 يشهد علي لو كل وزراء لكويت شيعة بالعكس وهم أكفاء فليقن لأننا كويتية الكلام جميل لكن لا اسمح لي تفضل لو كان كل الوزراء بدوا ما عندنا مشكلة اللي حاصل أنه ما في تعامل يعني اليوم لابد أن يتعاملون بشفافية إذا كانت هناك شفافية تقيير نهج التعامل وأنا أؤكد أخذ ولاء الشعب قبل أن نأخذ ولاء المحاصصة داخل المجلس تعتقد بأن الرئيس القادم قادر على أن يشكل حكومة وما يب منها الفئة أو منها الفئة أو منها الفئة هذا نحن الآن قاعدين نتكلم عن أخطاء الماضي نعم ولا بد أن نرى المستقبل نعم مثل ما كان السيد يتكلم عن تجربته في 2006 نعم أنت تتمنى أن يكون هذا المستقبل أنا أتمنى وهذا مو أنا لا يتمنى نعم هذا يتمنى الشعب الكويتي قاطبة يتمنى أن لا تكون هناك محاصصة في اختيار الوزراء وأيضا يعني حتى قرفة التجارة كان لها دور ريادي وسيادي في اتخاذ القرار والمشاركة في القرار السياسي ابتعدت في خلال العشر سنوات اليوم أشوفها بدأت تشارك وهذا شيء أيضا مهم جدا نعم أن يكون هناك أيضا يعني جمعيات المجتمع المدني لها هذا الدور في بياناتها اللي قدمتها أنها كانت دائما تطالب بالابتعاد عن المحاصصة والمحاصصة أن ابتعدنا فإذا هناك رح يكون نهج في التعامل ما بين المجلس و بين الحكومة واضح مشاهدينا فاصل ونعود لاستكمال الحديث مع الضيفين في الستيديو اشتركوا في القناة السيد فاخر القلاف كما أنتقد المعارضة أنتقد بعض ممارسات الحكومة وأهمها نقطة ضرب النواب والمواطنين في بيت النائب السابق جمعان الحربش هناك العديد من الملفات العالقة موضوع الميموني موضوع الإعلام الفاسد موضوع الإداعات المليونية قضية البدون وغيرها من القضايا اليوم الشيخ جابر المبارك أمام حمل هل تعتقد بأنه قادر على حل هذه المشكلات؟ هل لديك رؤية معينة؟ هل نصيحة تعطيها لشيخ جابر المبارك؟ كيف سؤال؟ النسبة للملفات الموجودة التي يتمثل أزمات حقيقة بيد الحكومة التي تحلها وفقنا من غضية الأزمات اليائية لكن الحكومة مجادة في هذا لا في السابق ولا في القادم لو أنت تريد يسوي على قواتهم عدالة لماذا أن المكافآت أو زيادة الكوادر يتيب المظاهرات؟ لماذا أنه الذي يطلع مظاهرة ويسوي فوضة هو الذي يحصل ويسوي فوضة وعادل ما تعطيه؟ لماذا يشذي؟ فأنتوا وزعوا الكوادر على حسب المحاصص الصحيحة والنسب الصحيحة حق الكل لا أحد يسوي لك فوضة ملف البدون هذا ملف من 2006 تصريح نوار يقول أنه خلال ثلاثة يتسكر الملف ولا راح يتسكر فما هي نصيحة حق رئيس الوزراء؟ وغيرها رئيس مجلس الوزراء الآن أنه تغير رئيس مجلس الوزراء أنا سأل سؤال حق المعارضة بتويتر أنه أنتوا الآن بتغيير رئيس مجلس الوزراء انحلت المشاكل وراحت القضايا وما شاء الله ترتبت الأمور؟ لا أول ما بدأنا الآن مع رئيس مجلس الوزراء الحالي في مخالفات قانونية بسم الله الرحمن الرحيم أول آية كفر اللي هي اللي هي الآن فيه انتخابات فرعية ولا لا قائمة الانتخابات الفرعية ولا لا قائمة فوجود الحين انتخابات فرعية وهذا اللي صرح فيه رئيس جمعية الشفافية فيه انتخابات فرعية شنو اتخذت الحكومة إجراء في مقابل هذا طبعا أنت يمكن ما تبي تقول أنه فيه ولا ما فيه زي اليوم أنا فيه نغاش مع لا يستحرش فيني ما أحبك الله يحفظك وانت من وجوه الطيبة نستبشر فيها خير وانت حقيقة خير من مثل شباب اللي هي خليك إن شاء الله تسلم فهذا واحد هل فيه شراء أصوات لا يصير فيه شراء أصوات اليوم يصرح لي عسكري في وزارة الداخلية يقول فيه شراء أصوات وفي هذا فقلت لأ خلال عندكم انتوا ليش ما تشك سيد أنا راح يعني أكتفي بهذا الغد أسمع من الدكتور بعد ذلك لأن الوقت يعني أنا أقول لك الحين هذا لا يبشر بخير طبق قانون ما أنت متفاعل من الحين أنت موقع طبق قانون وخلتوا لنا أزمة دستورية ياية اللي هي قلوا ياي قضية الحد غير دستوري ولا دستوري هذا هذا أزمة ياية واضح سيد دكتور ماذا تقول في الختام نصيحة معينة للحكومة المقبلة رؤية معينة في حال وصولك لما تسلم هل تعتقد نعم المرشح أو النائب ما عنده العصر السحرية لكن على الأقل رؤية معينة شيء ممكن تسوي في حال وصولك شوفوا أنا أعتقد أننا في عندنا معضلة وعندنا كذا قضية يمكن أنا تطرقت إلى منع دعنا نجلسها بثلاث قضايا سريعة فضل الأول هي قضية التنمية الثاني هو قضية الفساد الثالث هي قضية الشباب طبعا نتكلم عن قضية يعني التنمية اليوم وضعت خطة تنمية وطلعت بقانون بعد يعني مخاب عسير من سنة ستة وثمانين وكنا نطالب في الانتخابات اللي هي الفين وثمانين يوم كنت نزلت قلت أنا الوحيد بدت فيها وقلنا نتكلم عن قانون خطة خمسية لا بد أن يكون بقانون ولم يكن هناك أي قانون من سنة ستة وثمانين وكان آخر قانون صدر طلع هذا الغانون ومع الأسف الشديد من رحم المجلس بولادة حكومية أي يعني طلع هذا الغانون بستة وثلاثين أو سبعة وثلاثين مليار لا أحد عارف هو ثلاثين سبعة وثلاثين ولكن مع الأسف الشديد يعني أعضاء مجلس الأمة وبالذات أعضاء اللجنة المالية يعني يتكلمون ويقولون أن طلعنا خطة وأغريناها وطلعت بمرسوم وهذه الخطة نتمنى على الحكومة إذا أنجزت ثلاثين في المئة فهي أنجاز في خلال خمس سنوات هذه مع الأسف الشديد قضية ثانية دكتور بس إن شاء الله بس هذه بحد ذاتها هي المعضلة الأساسية في حال وصولي إلى مجلس الأمة موضوع التنمية موضوع التنمية لأن لا لأن المهم وجود لجنة لمتابعة الخطة والثلاثين في المئة هي ضحك على الشعب الكويتي كان بإمكانهم أن يطلعونها ثلاثين في المئة وما يطلعونها وبآمال هذه واحد إذا كانت الحكومة غير قادرة والمجلس تصل لك حاضر إن شاء الله يعني أنت بعد خلاص الوقت أنا لديك الوقت كله بس هذا الكنترون قضية الفساد أنا أعتقد من الأولويات أن يكون هناك يعني وضع لجنة لمحاربة الفساد وأعطاء مؤسسات المجتمع المدني الحرية في التحرك وأعطاء الحماية للمبلق حقيقة هذه مهمة جدا ومن الأولويات والذمة المالية الثالث الشباب لا بد أن يكون لهم دور ولا بد أن نتغير يعني إحنا الكويتيين نغير جلدنا الغديم بالجلد الجديد جلد الشباب جلد الشباب الواعد اللي هو الآن قاعد يتطلع في هذه الانتخابات أن يرى مستقبل الكويت زاهي يشوف مستقبل الكويت كما هم كانوا يشوفون في آبائهم في أعمارهم كيف كانت الكويت وكيف كانوا استمتعوا في حياة سعيدة وفيها منوع من الرفاهية نعم شكرا جزيلا سيد كلمة أخيرة بكل اختصار سامحني أنا مختصر بكل اختصار أنا أقول حق العالم كلها المواطني منها هالكلمتين هاي تجربتنا ديمقراطية فهذه المؤسسة ديمقراطية هي ضمان ضمان لنا وضمان حق عياننا في المستقبل هي ضمان اجتماعي وهي ضمان إقليمي تصد المطامع بأي علموان كانت وهي ضمان عالمي هذا مهم جدا الحفاظ عليه وهو مهم أنه تشارك أنت ناخب في العملية لا تاخذ الحياد وتقول لي لا ما لشغل هذا ضمانك ليومك المستقبلك شيء ثاني وحدتنا الوطنية من غير وحدتنا الوطنية لا هذا الضمان ولا ذاك الضمان شكرا جزيلا سيد فخر القلاف شكرا الدكتور حمد توجري ببناسبة ختام السيد في موضوع الوحدة الوطنية ووجود ضيفين يمثلون المجتمع الوطني أو النسيج الوطني في الكويت أتذكر أزهرية للعام صلاح الساير يقول سن سيف الفكر يا صاحبي سنة عشق الوطن واجب في الفرض والسنة سبحان الأحد واحد وإحنا جسد واحد حضر بدو شيعة يا صاحبي وسنة شوفكم على خير إن شاء الله باتر مع الله يسلمكم ويحفظكم مع زميل محمد المؤمن والزميلة سميرة عبدالله إلى اللقاء موسيقى 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 موسيقى